صبع على حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في فقراتنا في صباح الخير يا مصر والحديث الآن عن الأهلي وما صنعوا الأهلي من انتصار وإنجاز بالأمس لأن الأهلي فاز على أوكلاند سيتي بتلاثية نظيفة في مباراة كانت غاية في الروعة إدر من خلالها أنه هو يعني يقدم مستوى جيد يصعد به للدور القادم للقاء بطل أمريكا خلونا نعرف التحليل الفني لمطش الأهلي والمطشات اللي جاية مع ضفنا الناقض الرياضي سعيد عليه صباح الخير سعيد صباح نور عليك حسد أحمد أهلا بيه يعني أريد أن أعرف تابعة المباراة مبارحل زي بقى بعيون الناقض الرياضي يعني جمهور كلنا ببسطنا وكلنا كنا متسقف للأهلي وإحنا كمان تابعنا كجمهور أيضا قبل ما نكون يعني بنحلل أو بننقض المباراة لكن في الحقيقة هي كانت بداية قوي جدا من نادي الأهلي يقدم فيها الشكل اللي انتظر الجمهور واللي اعتاد عليه الجميع في بطولة كأس العالم الأندية وافتتاح مشهور نادي الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية يمكن تصريحات أوكلان سيتي قبل المباراة كانت متوقعة يعني من الجهاز الفني نادي أوكلان سيتي متوقعة من نادي الأهلي يكون شالس لأن النادي الأهلي أكثر تمرسا في هذه البطولة المجرر مجبرا لنادي الأهلي هيبقى 20 مباراة في كأس العالم المرة الخامسة بيلعب في هذه البطولة أكثر تمرسا برغم أن أوكلان سيتي أكثر مشاركة بالتأكيد لكن الأهلي أكثر تمرسا لأن الأهلي بيصل للدور أبن النهائي بيحصل على برونزية ثلاث مرات فبالتأكيد نادي الأهلي حق نجحات أكبر لكن أوكلان بيبقى ضيف شرف طول الوقت وهو مدرك ده وموديل الفني صرح بده فكانت بداية متوقعة لكن الجميل في نادي الأهلي أمس أنه لم يستهين بالمجارب بالمرة بلعب بجدية واضح جدا أن مستر مارسل كولر جهز لعبين نفسيا بشكل جيد خلاهم مركزين طول الوقت متحفزين جدا جدا لأن في حال تاني أو في حالة تانية ربما كان يكون في بعض التهاون بعض التراخي عدم التعامل بجدية فكان ممكن يدخل خصب هو شايف نفسه قبل الجميع أنه أضعف منك وأنه أقل منك لكن يحسب لمارسل كولر ويحسب للعيب الندر أهلي أنهم لعبوا 100% من عندهم لعبوا بكامل توقيتهم تركيز كامل طول الوقت إحنا شفنا ده بس يمكن بداية المباراة كنا حاسين أن الأهلي يقدر يعمل حسن من كده برغم أن إحنا شفنا قد إيه كان الوضع كويس جدا وكل حاجة لكن بداية المباراة كان الأهلي نقدر نقول أنه هو مش هنقول يعني خلي نقول الأداء كان هادي مش بالشكل اللي كنا متوقعين وبرغم أن الأحصاءات بتقول أو إجمالي أحصاءات المباراة أننا معنا 21 تزديدة للأهلي أوكليند سيتي كانوا 3 تزديدات بس لما نيجي نقول المرمى أو الخطورة الحقيقية لأوكليند سيتي يمكن هم راحوا عند الشنوي مرة واحدة إحنا سبع هجمات وصلت للمرمى عند الأوكليند سيتي الاستحواز ضربة الاستحواز إحنا كنا 57% وهم كانوا 43% وعلى ده السياق أو على ده الحال الأرقام في صالحنا ولكن إحنا كنا عايزين أكتر في البداية على الأهل تمام خلينا أقول مع حضرتك أن يمكن لحد تسجيل هدف الأول النادي الأهلي كان فيه بعض الصعبات ودي لها أسباب السبب الأول والرئيس اللي أنا بشوفه سبب متعلق بالطبيعة الخصم نفسه أنك بتواجه خصم بيدافع بمنظومة العشرة تحت الكرة بمعنى أن الجميع في التلتة الأخيرة من الملعب فده بيديع المساحات وبيخلق صعوبات كبيرة جدا جدا فحتى إنت لما تيجي تشوف مباريات النادي الأهلي في بطولة الدور العام أمام أضعف الخصوم وأندية القاع بيواجه الصعوبات كبيرة جدا جدا صحيح فده نادي مش هتحسبه من أندية القاع في مصر فهتحسبه على الأقل في أندية متقدمة شوية فأكيد أكيد إحنا مش باللعب هوا باللعب خصم أيضا مستعد ومتحفز وعنده رغبة فكان بيدافع بشكل منظم السبب الآخر كان متعلق بالنادي الأهلي كان فيه بعض البطء فيه الخروج بالكورة وبعض البطء فيه القرارات عند عدد من اللعبين كان فيه تحرقات ما تميتش بشكل كويس بمجرد ما بدأ يتم تسريع اللعب بشكل أكبر تنفيذ أفكار مارس الكورة اللي ظهرت بشكل أكبر اللي هي فكرة اللامركزية في تبادل الأدوار عدم التقايد بالمركز يعني أصبح بيتسلم الكورة في ناحة تانية خالص من الجناح الأيصر على بعد 20 متر فهنا حصلت عملية تحرر كاملة وحصل عملية تبادل الأدوار عمر السورية اللاعب الوسط هو اللي أخذ مكان الجناح فعملية اللامركزية دي خلقت الفرصة وسجلنا منها هادف الأول وبالتالي دمنا نعمل باته السلية كان جنبه وحمدي فتحي وشوفنا كان فيه لعب هجومي بيعتمد على يمكن فكرة محاصرة أكلا في نص الملعب تحديدا شايف اعتماد يعني على حمدي فتحي والسلية وغياب أفشا دي حاجة كانت الأول على أقل إضافة فيه التشكيلة الأساسية حتى على الألف الأول شوف أستاذ أحمد أنا لأول مرة أتفق مع مدير فاني للنادي الأهلي يبدل طريقة اللعب ويعتمد على 4-3-3 ويعتمد على نفس العناصر اللي هي بموصفات اللاعب الوسط التقليدي مش لعب الوسط المهاجم مع مرسل كولر فقط يعني أنا طول الوقت كنت مع ريني فيلر ومع موسيماني ومع أي حد قبلهم لما كان بيلعب بسلسية أليو ديانج عمر السلية حمدي فتحي كنت بختلف جدا لأن طبيعة أدوارهم نمطية وظيفية مفيش حد فيهم مبتاكل مفيش حد فيهم مردأ مفيش حد فيهم قادر يعمل الإختراق مفيش حد فيهم بيعمل الإضافة الهجومية مش شكل كامل لكن مع كولر واضح جدا توظيفهم هجوميا عالي جدا وده بسبب حالة الأولى تحفظهم إزاي يتحركوا يعني هو إحنا شعرنا أن كولر بيلعب شاترانج عارف بيحرك الناس إزاي بيتبادلوا الأدوار مع بعض إزاي بنشوفهم قد إيه هم فاعلين أو بيتواجدوا في أماكن فعيلة جدا فهنا أربعة ثلاثة ثلاثة مع كولر اختلفت تماما عن كل مدراء الفنيين النادري أهلي في وقت السابق أصبح لعيم الوسط لهم أدوار كبيرة جدا كمان فكرة الكسافة العددية اللي بيحققها طول الوقت يعني يمكن كان حمد فتح وعمل الصلية في الطرق القديمة اللي أربعة ثلاثة ثلاثة القديمة كان دايما تحت الكرة لكن دلوقتي بنشوفهم في مواطق متقدمة جدا كمان بيستاعدهم المركز الجديد لحمد فتح رقم عشر بالزبط حمد فتح حمد فتح بيزيد كمهاجم تاني طول الوقت يدخل للسندوق لأنه هو لعب زكي في الاختراق ولعب جيد جدا في الكرات العالية فبيقدر يبقى بيساعد زميله أو بيتحاول لمهاجم تاني فبالتالي بيقوم بالدور ده بشكل كويس يمكن كمان ساعدهم أكتر في مباراة أوكلند وده ممكن يحصل قدام الأندية لشبه أوكلند إن الظاهرين متقدمين طول الوقت محمد هاني وعلم علوه طول الوقت متقدمين في المنطقة في التالت الأخير من الملعب فده بيعمل كسافة كبيرة وعدد كبير في التالت الأخير فبيديهم فرصة أكتر للعب الوسط إنهم يدخلوا للتمنتاشر يتبادلوا الدور مع الجناح فكانوا فعالين جدا جدا وبشوفها إنها نقلة حقيقية لنادي الأهلي البناء على طريقة اربعة تلاتة تلاتة الجديدة مع إضافة عناصر أكثر قوة هجومية لإنهنا متعودين يعني إنهم عناصر نمطيين شوية لكن لما يدخل حد شبه أحمد القندوسي الصفقة الجديدة لنادي الأهلي والبناء على هذا الشكل أعتقد إن النادي الأهلي هيتحاول بشكل كبير جدا وإحنا تأخرنا ده مستقبلا بالضبط وإحنا تأخرنا جدا في الانتقال لهذا الأسلوب وأعتقد إنها يكون لي الأثر على كل الأندياء إذا نجح كودر في تثبيت هذا الشكل وتطويره كل الأندياء المصرية ستتطور والمنتخب المصري أنا بشوف من دلوقتي إن ما قرره ما فعله جزية مع الأهلي وأفاد المتخب المصري يستطيع كولر فعله في هذا العصر وتحققه مع ند الأهلي وصم من منتخب مصري طيب حنعرف التفاصيل دي بس خلينا نرجع للمباراة مبارح ونتكلم عنها أكتر وأنا عايز أعرف قصة متخيل إزاي كولر حيقدر يساهم في تطوير في شكل المتخب بس خلينا خلاص لقطة لقطة عشان ما يخرجش مننا الموضوع لو جينا أمبارح ويقول إن محمد شريف وكولر اللي معروف عنه إنه بيسمع كلام مخه فقط ولا يخضع عليه الأراء اللي حواليه هل أنت كنت شايف إنه هو بيخاطر بمحمد شريف أمبارح إحنا ناس كتير جدا بتقول على سواء النقاد أو موقع التواصل الاجتماعي إن محمد شريف ساعة بيبقى مركز جدا وبيبقى فت جدا في بعض المباريات وفي بعض المباريات الأخرى قد يكون مش في الفورما زي ما بيتقال عليه المرحن عليه مبارح وإن هو يبقى رجل المباراة كمان وإن يبقى الجون هو اللي عمل يعني الفتحة الكبيرة اللي احنا شفناها فده كان يعني رؤية مستقبلية كده من كولر ولا هي جت كده هو شاف ثقة من كولر فإدى أداء أخرى لا أنا بشوف أن كولر يعني رجل دارس كل حاجة يعملها ومن البداية تصريحاته السلبية أو البعض انتقاضها تجاه محمد شريف كانت تصريحات استفزازية أنه هو بيحاول يطلع أفضل ما لديك وهو صرح وقال أن أنا قعدت مع شريف وجبت له أهداف وقلت له هو فينا الرجل ده أنا مش عايز منك غير الرجل ده غير محمد شريف اللي أهدافه كانت بتحصل الموسم الماضي فأعتقد أنه هو كان بيحاول طول وقت مع بعض اللاعبين وبيفشل مع لعبين آخرين وده بترجع لنوعية اللاعب وعقليته وأنا بشوف محمد شريف واحد من أفضل اللاعبين المصريين على مستوى العقلية صحيح بمعنى أنه طول الوقت سواء على دكة البودلة في الملعب عمره مفتعل أي خلاف مع أي مدير فني أو مع أي لاعب أو مع أي طرف رغم أن محمد شريف ظلم في فترات كبيرة جدا وجزء من أزمة الصقة اللي تعرض ليها هو اللي عاشها سببه الرئيسي اللي عملوا معاه قارلس كيروش مع المنتخب المصري فترة تواجده وإنه ما يضموش للمنتخب رغم أنه هدف أفريقيا وهدف نادي الأهلي ولما ضموا لعبوا سبع دقايق أو ثمان دقايق في البطول العربية ووظفوا في مركز غير مركزه كل هذه العمامل أسهامت فيه زعزعت سقته عزراً عايز تقول لي إن كولر ما كانش بيجرب هو كان عارف إن ده حيكون رد فعل شريف هو ما كانش باخد الرزق ومستاني يشوف يطرى رد فعل وحيبقى كذا ولا كذا زي ما حريبوا تقول إنه البعض قد يستجيب والبعض ممكن وإذا لم يستجيب لو إذا لم يستجيب عادي جداً في مدرسة المدربين العظامة في مباراة زي مبارح وإحنا بنقول إن إحنا عايزين ندخل ونبقى فايزين ومستريحين عشان ندخل هو واصف إن شريف جاهز واصف إن شريف واصف في مرحلة استعادة الثقة بعد هدفينه في مباراة القمة وبالشكل الجميل اللي سجل بيهم فهو متأكد جداً إنه في مرحلة بيستعيف فيها ثقة وثقة بتعلم من تاني طيب ده شريف آه طيب فيما يخص ديها 86 تحديداً وهي الهدف التالت للنادي الأهلي بقدم بيرستاو الكل كان بينطاقت بيرستاو إصابات كتيرة أداء مش متوقع وكان يمكن ناديه ساندلاونز وكان بيطالب بأنه هو يستعيره مرة تانية أو يتعاقد معاه ولكن كولر رفض رغم كل الانتقادات اللي كانت بتقول لا ماشي ونستفيد بفلوسه كولر رفض وراهن عليه ويمكن أن رهان مبارح كان في محله شايف إن ده كان رهان فعلاً في محله ولا كان حظ بس ولا حلفه في هذه المباراة أداء بيرستاو شايفه إيه طيب بيرستاو أنا يعني وفيه هدف الأمس بالتحديد يعني بيختصر قيمة هذا اللاعب هو فعلاً جودة أعلى من لعاب الدوري المصري فعلاً هو عنده الملكات والقدرات اللي تخليه في دوري أعلى وأنه يبقى انتواني في أوروبا لكنه الإصابات فقط هي اللي حرمت النادي الأهلي من واحد من أهم اللاعبين وخلينا نتكلم عن هدف بشكل تفصيلي إن من الصعب إنك تلاقي لعب شارك في كل مراحل اللعب في لعبة واحدة بمعنى أن بيرس تاو تسلم القرى من الظهير الأيمن في منتصف الملعب محمد هاني ثم عمل الدريبل وعمل الباص مع لعاب الوسط وقام بالمرحلة التانية اللي هي مرحلة التطوير تطوير الهجمة فاخترق من العمق وبعدين هو اللي أنهى الهجمة يعني عملت ثلاث مراحل بناء تطوير إنهاء وده صعب جداً يعني صعب جداً اللعب يشارك في كل مراحل اللعب وفي النهاية هو بينهي الهجمة وكمان عمل واحد من أفضل التحرقات يعني هو لما عمل الباص لكهربا وانت تبص على وضعات جسمه كويس وهو وشه ناحية دكرة البودلاء دكرة البودلاء يعني برا لعبة خالص إزاي في لحظة عمل الدوران وراح تحرك في المساحة عشان يعمل الأوفرلاب مع الكهربا خلي ذلك الأوفرلاب دي اللي هو بتتحرك نورة زميلة كهربا لعبة حلو بكعب آه دي واحدة من الأفكار اللي بيربه النشأ عليها لطول الوقت دي واحدة من أهم الأفكار في كورة القدم فهو إزاي بقى بإيض ويعمل الدوران عشان روح ياخد في المساحة ده وعي ده يعني دي ما حقيتش كده ما حصلتش كده ارتجالي ولا عبسي وخلينا أقول لك أن بيرستاو واحد من أسكى الناس في التحركات زكي جدا في تحركاته وكمان إنهائه مش محتاجة أتكلم عليه إن انت شفت أبدي إيه هو إنهاء العجمة كان جميل هو فعلا جودة عالية جدا جدا لكن أنت بتتصاب كل يومين تلاتة فدي المشكلة الأزمة الحقيقة في بيرستاو إنه غير قادر على الاستمرارية بسبب الإصابات لكن لا خلاف أبدا على إنه جودته عالية جدا 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 وأعلى من الدور المصري كمان يمكن نقول إنه دايما المونديال كأس العالم للأندية أو كأس العالم بصفة عامة بيقى فرصة كبيرة لتحقيق الأرقام القياسية وكأس الأرقام القياسية ونقدر نقول إنه بارح إن النادي الأهلي كاعدتوا دايما في المشاركات ما شاء الله ربنا يزيد كانت فرصة مبارح إنه هو وكسر العديد من الأرقام انتصار السبع في المونديال كأس العالم المباراة 19 في كأس العالم الشناوي بقى بيعاد الرقم يعني إكرامي وعبد الحميد عندنا حاجات كتير جدا حصلت مبارح كل التوفيق ومسانين المباراة الجاية إن شاء الله نقدر نكسر فيها أرقام أكتر وأكتر كل شكرا لك النقد الرياضي سعيد علي نورتنا وشرفتنا أهلا وسهلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك